سلام عليكم. ازايكم يا شباب عاملين ايه? يا رب تكونوا في خير كلكم. انا صارة مصطفى زي مليتكم فرقة تانية. اه حابة قبل ما نبدأ في المحاضرة بتاعت النهاردة اتكلم معاكم سريعا كده يعني في حاجة. بما ان الصادف ان اليومين دول نزلنا فيهم درجاته بتاع. ويعني بقول لكم الكلام ده وبقول لنفسي معاكم والله يعني. تمام? اه محدش يتضايق على درجته مهما كانت ابدا بجد يعني. اه ده نصيبك وقدرك. ومهما حصل ما كنتش هتاخد غير الدرجات دي. اه وخلينا نتفق ان الدرجات دي ما هي الا التدابير من ربنا. علشان قضاءه ينفذ بعد كده. تمام? وان ربنا عنده حكمة دايما ورا اي حاجة بيعملها وحكمة ربنا دايما خير. وان ربنا دايما عايز لنا الصالح. ماشي? وبعدين يعني نسأل نفسنا كده هو يعني ربنا ما كانش قادر يديني كم درجة علشان اجيب مجموع كويس ولا ربنا ما كانش قادر يديني اه تقدير انا نفسي فيه. لا طبعا كان قادر احنا بنتكلم في ايه? بس علشان حكمته تنفذ. تمام? اه يمكن احنا مش فاهمين الحكمة دي دلوقتي بس خلينا نكون على يقين بانها خير وان احنا مؤمنين بالكلام ده. تمام? طيب. وبعدين ممكن نفكر في الموضوع باسلوب تاني ان مش ممكن مسلا ان يكون ده ابتلاء من ربنا. ربنا بيحبنا ان الله ازا حب عبداني ابتلاء. تمام? اه واحنا بنقجر عليه وهنقجر عليه دنيا واخرى ان شاء الله يعني بازن الله فنستعود ربنا. اه حقنا محفوظ والله يعني. ان شاء الله ربنا يعملنا برحمته. اه ويجبرنا كلنا. اه حاجة تانية هو ممكن يكون ده عقاب من ربنا. على حاجة مسلا ان احنا عاملنا في حياتنا فهنبدأ ندور اه اللي احنا غلطانين فيه نقدر يعني نحاول نصلحه. نتقرب من ربنا في حاجة مثلا حاجة معينة ممكن تتصلح. نحاول يعني نصلحها وكده. اه بس برضو يعني مش هنتضايق قوي. احنا هنحاول نصلح الموضوع بكل حاجة بس اه خلينا نتفق ان احنا يعني في في ميزة من الموضوع في الموضوع يعني ان احنا بنخلص سيئاتنا في الدنيا. وتقليص السيئات في الدنيا احسن ما نتحاسب عليها في الاخرى. اه وده يعني والله مش بجود يعني. رسول الله عليه وسلم هو اللي قال. مش قال ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا ازى ولا غم حتى الشوكة يشاكها الا كفر الله بها من خطايات. الشوكة الشوكة اللي بتشك بيها. ربنا بيخلص لنا من سيئاتنا في الدنيا. اه فوالله ده شيء عظيم جدا يعني حد يطول نخلص سيئاتنا في الدنيا ونروح كده الاخرى ان شاء الله كده على خير يعني يا رب ما يكونش عندنا حاجة خالص. فنستعود ربنا ونرضى. وان شاء الله ربنا يراضينا يعني بازن الله. اه دي نقطة يعني مسلم بها اصلا ونفيهاش كلام والمفروض احنا نكون مؤمنين بالكلام ده وعلى يقيم به. تمام? ان ده نصيب وقضاء وقدر ولنا ولانت لنا دخل فيه. اه ربنا اللي بيسر الطريق وربنا اللي بيصعب الطريق برضو علشان هو عنده حكمة زي ما قلت. اه وزي ما ان شاء الله احنا يعني هنرصخ الكلام ده في بالنا يعني هنخليه في بالنا ان هو لا اي حاجة بتحصل خير. خير الحمد لله نرضى ونستعود ربنا. نعمل اللي علينا اهم حاجة. تمام? طيب. اه نقطة تانية برضو ما تقرنش نفسك بحد. مهما حصل لا تقرن نفسك بزميلك ولا تقرن نفسك بدرجات الدفعة بشكل عام يعني. اه ده نصيب وربنا موزعه بالتساوي. اه على اختلاف بقى اشكال الرزق بس احنا كلنا في الاخر متساوين يعني ربنا اسمه العادل. اه ربنا مديك حاجة واخد منك حاجة. ما تدي لغيرك حاجة واخد منك حاجة. ما تجيش تقرن درجتك بدرجة غيرك وتقول مسلا ان احنا الاتنين آآ مذكرين سوى عاملين سوى اشمعنا. ما تقولش اشمعنا دي ابدا. انت ما تعرفش ربنا ما تدي له الدرجة دي واخد قصاده منه ايه? واخد من حياته ايه? انت ما تعرفش ربنا مكتليه بايه? وكزلك انت برضو. ربنا مسلا اداك درجة قليلة ما يمكن ربنا فداك ولا فدا اهلك ولا فدا حد عزيز عليك. آآ بقصاد ان هو خد منك الدرجات دي. لكن ربنا مديك الصحة ليك ولا صحة الحد من اهلك برضو. قصاد ان هو خد الدرجات دي. فاحمد ربنا آآ ورده. ما تبصش لغيرك وتمنى لغيرك الخير دايما يعني. آآ تمام والله وربنا ان شاء الله يجبرنا كلنا ويعوضنا خير يعني. ويقدرنا على اننا نكمل ويمدنا دايما بالصبر والايمان يعني كون ان احنا مؤمنين بربنا دي دي نعمة دي نعمة من عنده والله العظيم. كون ان الواحد كده عنده آآ ايمان في قلبه على طول وان كون الواحد راضي وصابر وقادر يكمل ولا انا هستعوض ربنا وهدأ من جديد ودايما بحاول دي نعمة من ربنا ويعني ما اقول لكوش بالدنيا والله يعني. آآ فبس ده اللي كنت عايز اقوله. آآ وان شاء الله ربنا يكرمنا كلنا باذن الله. بالنسبة بقى لمحاضرة النهاردة فهي بسيطة جدا. ان شاء الله تخلص على طول باذن الله يعني. وان شاء الله تستفادوا آآ على قدر الامكان باذن الله يعني اتمنى. قبل ما نبدأ نوقف الفيديو ثواني ونقف يعني نقعد نصلي عندي كده عشر مرات. آآ ونرجع بقى استوى نشوف المحاضرة. امانة يعني ها انا هوقف برضو ماشي. طيب. هاي وقفتوا. ان شاء الله تكون وقفتوا. آآ عنوان المحاضرة هو آآ احنا المفروض بنتكلم يعني في المحاضرة عن موضوع بتاع الجازز يعني آآ في عملية وبريزنج. وايه اللي كان بيحصل في البريزنج. المفروض ان انا كنت آآ باخد او تو وبدي سي او تو. صح كده? تمام. احنا متفقين من المحاضرة اللي فاتت ان آآ انا بتنفس وكل خلية في جسمي بتتنفس. وان ضروري كل خلية في جسمي تتنفس. آآ وإلا هتموت. كذلك انا برضو لو وقفت تنفسها موت. تمام? طيب. آآ الخلية بتاخد او تو بتدي سي او تو بتاخد من وبتدي لفين? قلنا بتاخد وبتدي للبلاض اللي حواليها. تمام? طيب. آآ نبدأ نشوف بقى. اول حاجة عندنا اللي هو هنبدأ نتكلم يعني على كزا كده بخصوص موضوع موضوع الجاز ده. مفروض ان الحاجات دي يعني الكام حاجة اللي قدامي دي دول بيأثروا على عملية اللي بتحصل. تمام? طيب. نقولهم سريعا كده آآ ككل. وبعد كده نبدأ ناخد كل حاجة فيهم في سلايد لوحدها يعني ونشوف بتقول ايه. تمام? طيب. عندي اول حاجة بتاعة البلمونري من برين. من آآ من موضوع الكيميا كده اللي هي مسحت السطح. كنا عارفين في الكيميا ان كل ما مسحت السطح تزيد فنسبة الانتصاص هتعلق وكده. او نفس الموضوع برضو عندنا كل ما مسحت السطح تزيد كل ما موضوع كل ما عملية تكون اسهل واسرع. تمام? طيب دي كانت اول حاجة. تاني حاجة عندي بصوا دي اللي هي عارفين اللي هو موضوع فرق التركيز. آآ الحاجة بتتنقل من التركيز الاعلى للتركيز الاقل زي كده في الخاصية الاسموزية لما المية بتتنقل من التركيز الاعلى للتركيز الاقل والعكس في الاملاحة ونفس الموضوع برضو عندي هنا. طيب. آآ فرق التركيز بين ايه وايه ده هنقوله لما نوصل لها. تمام? طيب. بعد كده قال عشان موضوع الجاز دي ان الجاز يخرج ويدخل وكده لازم يكون آآ طيب وكل ما زادت نسبة بتاعته كل ما ايه كل ما تسهل عملية النقل. تمام? طيب. آآ بعد كده عندي احنا عارفين ان في حاجة اسمها بالمونرين برين. آآ المفروض اللي هو ده يعني تمام? آآ هنا كده. آآ فاحنا عارفين يعني ان لو لو هو لي 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 صمك معين. لو تخن لو تخن او لو رفع اكيد هيأثر على موضوع النقل وكده. يعني مسلا هو هو تخنه كده. فالمسافة اللي بيقطعها الغاز من هنا الهنا آآ مثلا قلو قلو تلاتة. فلو تخن شوية لو تخن فالمسافة اللي هيقطعها الجاز من هنا وهو رايح او الجاز وهو جاي وكده هتزيد مثلا عندي الخمسة. طيب لو 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 رفع فالغاز وهو رايح كده وجاي كده هتقل لي مثلا التالتة دي لواحد. فاللي عايز اقوله ان المسافة بتختلف. فالمسافة لما تختلف السرعة بالتالي هتختلف تمام? يعني انا لما كوم ماشي من من طريق طويل غير لما كوم ماشي من طريق قصير من من طريق اقصر وهكذا تمام? طيب ده بالنسبة لموضوع وبرضو نتكلم فيه لما نروح. آآ بعد كده عندي آآ دي عبارة عن حاجة شبه معادلة كده. لما نجي لها ان شاء الله نتكلم فيها. احنا بس كنا بنقول بشكل عام عشان نفهم هنتكلم في ايه في الصيدات اللي جاية. تمام? طيب. نبدأ باول حاجة عندي اللي هي بتاعة البلموندري من برين. احنا قلنا ان الموضوع تبادل الغازات ده بيحصل ما بين ايه? ما بين الخلية والبلوت فيزل اللي حواليها. تمام? طيب. ايه ادي الخلية اللي عندي? الخلية اللي عندي هي الالف اللاي اللي هي موجودة في اللونج. تمام? هنعتبرها كده يعني. وادي البلوت فيزلز. ما بينهم هما اللي اتنين بقى عندي ايه? آآ عندي كده حاجة اسمها بلموندري من برين. تمام? هنا كده. ده كده هنعتبره دوته بالموف ده هو البلموندري من برين. آآ بيقول بقى ان البلمونري منبرين دوت هو احنا عرفنا هو الفاصل بين ايه بين الالف اللاي وما بين الكابيلرز اللي هي البلاد فيزلز وكده ماشي؟ بيقول ان البلمونري منبرين دوت ده بيتكون عندي من كذا لير عددهم كان بالزبط عددهم ستة ست طبقات تمام؟ طيب وليه سمك معين تمام؟ طيب احنا المفروض هنعرف الطبقات دول اسمقهم وترتبهم وبيتسئل فيهم في الامسك يوم مفروض برضو هنعرف السمك نبدأ نشوف الطبقات دول طبقة طبقة كده من بره الجوه عندي اول حاجة طبقة كده كلها فليوت تمام؟ سوري عندي اول طبقة كلها فليوت بعد كده تاني طبقة عندي اسمها الفلار ابيسيليم الفلار ابيسيليم تمام؟ بعد كده عندي ابيسيليم بيزمنت منبرين ابيسيليم بيزمنت منبرين بعد كده عندي اسبيس بعد كده عندي بيزمينت من برين بردو بعد كده عندي كابيلاري اندوسيليم تمام؟ طيب تعالوا نحفظهم سوا كده انا قلده ان احنا عندنا ايه من بره لجوه اول حاجة فليويد ليير تمام؟ طبقة كلها فليويد بعد كده عندي طبقة من الابيسيليم اسمها الفيلار ابيسيليم بعد كده عندي اسبيس تمام؟ بعد كده عندي كابيلاري بيزمينت من برين بعد كده عندي بصوا انا بدأ من بره لجوه ازاي ادي انا هنا عندي و ادي عندي انا من بره لجوه ناحية كده ماشي ناحية بدأت اول حاجة ادي كده واحد بعد كده عندي ادي كده اتنين بعد كده عندي اسمه ادي كده رقم تلاتة كده خلصنا تلات حاجات ندخل بقى الحاجة الرابعة ده بيكون عندي عبارة عن بعد كده ندخل على حاجة رقم خمسة على الحاجة الخمسة هي بردو بس اسمها تمام بعد كده الحاجة الاخيرة وليه رقم ستة عندي اسمها اندوسيليم عشان انا ناحية جوه اندو يعني جوه تمام هي الصورة دي فيها حاجات مش موجودة زي اللي هو بتاع بس موجودة بصورة تانية يعني تمام نقولهم تاني عندي اول حاجة طبقة من بعد كده عندي بعد كده مش انا نهيت بالابسيليم اه يبقى هابدأ بيبقى اسمه خلصت تلات طبقات اه ادخل على الطبقة الرابعة هي عبارة عن بعد كده عندي اه عندي اخر حاجة عندي هي اندوسيليم تمام طيب دول ستة طبقات تعالوا نشوفهم تاني قلنا هوت عندي اول حاجة اه طبقة من هي الصورة صغيرة فمشي تباني يعني تمام عندي من غير من غير ما نشاور بقى عندي من ناحية بره الجوه طبقة من بعد كده عندي بصوا على الصورة بعد كده عندي بعد كده اللي هو ناحية ايه ناحية جوه ناحية البلاط طيب عايزين نعرف كم حاجة بالنسبة لأول حاجة اللي هو اول لير عندي اللي هي اللير بتاعت الفليود يبقى عندي بريجر الفليود هيعمل بريجر هيضغط على طب ما هو كده ممكن اه لقدر الله يعني يسده فربنا حاطت في حاجة كده اسمها السرفيكتانت السرفيكتانت دي هي بتقلل البريجر بتاع الفليود اللي موجود عندي في اللير دي تمام طيب اه كده اول طبقة اللي هي بتاعت الفليود تاني طبقة بتاعت الالفيلول ابيسيليا ما عندناش كلام فيها الابيسيليا ما عندناش كلام فيها بعد كده الطبقة بتاعت كل اللي انا عايزة عارفة فيها بس هي فصلة بين ايه لإه المفتوس ان احنا حافظين ترتيب اللير يعني saw هنعرفها كده بديهيا يعني. هي بين اي واي? قلنا ان هي ما بين اللي قبلها واللي بعدها. اللي قبلها اللي هو ايه بالضبط الابيسيليا واللي بعدها اللي هي ايه? اللي هي الكابيلاري بيزمنت ميمبرين. يبقى هي فاصلة بين الاتنين بيزمنت ميمبرين. اللي ناحية بره اللي هو الابيسيليا والناحية الجوه اللي هو الكابيلاري. بعد كده الكابيلاري بيزمنت ميمبرين ما عنديش فيها كلام. بعد كده عندي الكابيلاري اندوسيليا الممبرين اللي هو ناحية جوه تمام ان شاء الله تكون حافظتوه طيب هنا في السلايد دي بيقول ايه بيقول بيقول زا جريتر زا سيرفز ايريا زا مور ويل بي ريت اوف الجاز دفيوجين لو كل ما زودت مسحت السطح كل ما عملية الجاز اكس اتشينج عندي زادت تمام طيب وقلنا ان الليرز بتاعة البالمونة الممبرين سيكس لييرز دي احنا خلاص خلصنا منها وعرفنا ترتبهم كمان بعد كده بيقول ان التوتال سيرفز ايريا بتاع الريزبيراترين برين دوت حوالي سبعين متر مربع سبعين متر مربع دي مساحة كبيرة جدا وهي موجودة ازاي بصوا اه في الصورة سواينا اشيل بتاع دي في الصورة دي هي بتبقى وغدا الشكل ده اه الثانيات اللي حصة دي او المنظر ده عموما يعني ده ربنا اعملها كده عشان تشغل حي الصغير من اللونج يعني اه او اللونج نفسها تشغل حي الصغير من الجسم تمام فالسبعين متر اه مش 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 بينين قوي اه المهم نخليها في فنة يعني ان هي ان التوتال سيرفز ايريا عندي هي سبعين متر مربع نخليها في فنة عشان بتصيل في الامسي كيو والارقام نركز فيها تمام دلوقتي ما بنشغل رقمين هو عدد اللييرز بتاعة البلمونير امبرين ستة وقلنا ان التوتال سيرفز ايريا عندي سبعين متر مربع تمام طيب بعد كده بنتكلم في هل ان السيرفز ايريا دي بتكون مساحبتة اللي هما سبعين متر مربع دول سبتين عند كل الناس قلق في حالات بيتغير فيها السيرفز ايريا دي زي ايه نبدأ نشوف اول حاجة اه الحالات اللي السيرفز ايريا يعني مساحتها بتزيد تمام احنا مفوضة نعرف حالات بتزيد فيها وحالات بتقل فيها فنبدأ بالحالات اللي هي بتزيد فيها بيقول ان الاسباب اه اللي بتقدي لزيادة مساحة السطح بتاعة اه البلمونير امبرين وكده اه بيقول اول حاجة عندي المور اكسبانجي متاع القلب اللاي القلب اللاي نفسها بيحصل فيها زي ديلاتيشن كده تمام طيب اه تاني حاجة بيقول ايه اه اوبنينج اللي هي الكلوز دي كابيلاري بصوا اللي عرفته والله يولسة اول مرة عارفه اه الدكتورة كانت بتقول ان مش كل الكابيلاري اللي موجودة في جسمنا مفتوحة اه في كابيلاري كتير قوي بتكون مقفولة وقالت ان الناس اللي الكابيلاري اصلا يعني بيقول لو لو لقدر الله الكابيلاري لو كلها تفتحت اه في جسمنا وكده اه هتحصل مشاكل كتير اه فعليا كنت اول مرة اسمع الكلام ده وحاجة غريبة بجد يعني سبحان الله فالمهم ان هو يعني هنا بيقول ان اللي بيزود مساحت السطح احنا عارفين ان القلب اللاي حواليها بلات بيزل اصلا عملية قلنا ما بين القلب اللاي والبلات بيزل والكابيلاري فبيقول بقى ان السيرفز ايريا بتزيد في حالات اللي ان بعض الكابيلاري اللي حوالين القلب اللاي اللي بتكون مقفولة بتتفتح عندي تمام طيب او لو حصل في الكابيلاري اللي هي اصلا مفتوحة تمام انا كده عندي تلات حاجات لو حصل اكسبانشن في القلب اللاي نفسها ولو حصل اه دايلاتيشن في الكابيلاري بقى لحوالين القلب اللاي اما ان الكابيلاري دي هتكون مقفولة وتتفتح او تكون مفتوحة بس يحصل فيها دايلاتيشن هتتوسطح تمام طيب دي كانت بالنسبة لي اه الحاجات اللي يتأدي لزيادة السيرفز ايريا صحيح ما قلناش اه السيرفز ايريا دي والكلام ده بيحصل فين انما يعمل المسكولر اكسرسايز لما اعمل اكسرسايز وكده بيزداد عندي السيرفز ايريا يعني مش شرط اكون اه انا تعبان او حاجة علشان السيرفز ايريا تزداد عندي لأ دا ممكن عادي انا شخص صليم والحمد لله يعني وبس اه جزت ان انا بعمل اكسرسايز وكده اه فالسيرفز ايريا زادت زادت عندي سوري تمام طيب بعد كده عندي اللي هو الحالات اللي بيقل فيها بقى ايه السيرفز ايريا اه اول حاجة عندي اللي هو الولد ايج ديوتو ديكريز النمبر بتاعة الكابيلاري عندي عدد الكابيلاري اللي حوالين القلب اللاي اللي بيحصل ما بينها وما بينهم يعني جاز اكسرسايز وكده قليل تمام اه دا في حالات الاولد ايج بعد كده عندي اللانج كولابس ديوتو ابوستراكشن ليه البرونكاي اه البرونكاي بيبقى حاصل فيها ابوستراكشن مسدودة وكده اه فاللانج بتتدمر عندي تمام طيب اه بعد كده عندي الانفزيمة اللي هو الانفزيمة دي اه كان انتفاخ اللانج تقريبا تبقى المشكلة فيها او من اشهر اسبابها اللي هو السموكينج بيقدي الانفزيمة اللانج بتتدمر جامد فيها قوي يعني اه مش انتفاخ اللانج تدمير اللانج سوري دخلت حكتين في بعض تدمير اللانج اللانج بتتدمر فيها قوي اه بيحصل ان الالف اللاي بتتداخل يعني بتتداخل في بعضها كده بتدخل في بعضها آآ والوالز بتاعتها بتتكسر يعني ما بين الالف اللاي ما هم هم كتير جانب بعض بيبقى فاصل ما بينهم ونز كده فبتتكسر الولز دي بتتكسر وهم بيدخلوا في قلب بعضهم فالرقة بتتدمر جامد قوي يعني وبتنكمش فالسورفز ايريا بيقل عندي تمام؟ في حالات الانفزيمة وخلوا بالكم عشان بتيجي امسكي وكتير آآ يبقى الانفزيمة ده برضو سبب من الاسباب اللي هتقلل بعد كده قال بتاع الانفاير لونج اللي انا هعمل هتدخل يعني سيرجلي وكده وهشيل لانج لأي سبب بقى ده امرت لقدر الله حصل فيها مشكلة يعني اتشارت ده بيقول لك ان وقتها هيقلل النص ما لعندي اثنين لونج فبالتالي لما شيل منهم واحدة يبقى انا كده هقلل المساحة للنص بديهيا جدا تمام يبقى لما ثاني الاسباب الأسباب اول حاجة اللي بيحصل فيها increase في المسكولار ايريا السبب الرئيسي عندي هو المسكولار اكسارسيز طاب ليه قال ممكن يكون حصل عندي expansion في القلب اللاي اللي هو ديهاوتاشن وكده تاني حاجة ممكن يكون حصل عندي في الكابلالي طيب ايه لا يحصل في الكابلالي اول حاجة عندي المت��릴 ومن تتفتح تاني حاجة الكابلالي اللي هي اصلا متفتحة يحصل فيها ديهاوتاشن تمام فالسيرفيز ايريا عندي بتزدق بعد كده عندي الحالات اللي بيقل فيها أول حاجة في كشكل بشكل نورمال جدا بيقل عندهم النمبر بتاع الكابيلاري فغالبا بيكون تاني حاجة حصل عندي ده لأي سبب منها مثلا بتاع البرونكاي بيحصل فيها أنها تتسد وكده بعد كده عندي الانفزيمة اللي هي اللانجة عندي بتتضمر قلنا دي علشان بتتداخل في بعضها والوالز اللي هي ما بينها وبين بعض كده بيحصلها بتزدول يعني بتتحلل تمام طيب بعد كده عندنا الريموفل بتاع الانتاير لانج اللي أنا لو شيلت رئة كاملة بالسيرجري دوت بتقل فيها للنص تمام طيب بعد كده تاني حاجة عندي اللي هي بتاع الجازز قلنا أن هي النقطة بتاعة فرق التركيزات بيقول لوا كل ما زاد فرق التركيز كل ما زادت عملية الجاز وكده آآ بصوا اللي بيحصل إيه إن أنا بيكون عندي هنا إن دي القلب اللاي وآدي بلاط فيزيز ده ده عندي الفين وده الارتري اللي بالأحمر ده الارتري واللي بالأزرق ده الفين فاللي بيحصل عندي إن بيكون هنا في القلب اللاي إن الجازز بيكون لها تركيز معين وإن عندي في الفين ليها تركيز معين برضو آآ فالغازات بتثنين من التركيز الأعلى للتركيز الأقل إزاي بقى خلونا بس قبل ما نتفق نقول إيه إن موضوع إن الجاز اكس اتشينج ده بيحصل إيه ما بين القلب اللاي وما بين الفين والارتري برضو بس خلينا نتفق إن إن هو طول طول الفين كده عمال يحصل جاز اكس اتشينج لحد ما يوصل للارتري أول ما يوصل للارتري هيبدأ يسلمه الجازز بنسب مساوية للقلب اللاي فإحنا خلينا نتفق إن الارتريال بريجر يعني أقصد يعني البريجر بتاع الجازز في الارتري وكده بيساوي البريجر بتاع الجازز دي هنا في القلب اللاي تمام؟ هما الاتنين متساوين عشان بس يسهل علينا موضوع حفظ الأرقام وكده آآ لإن بيتسائل فيها وبتلغبط لإن الأرقام شبه بعض ماشي؟ تمام آآ خلونا بقى نشوف سوري آآ هنا عندي أول حاجة نشوف كده هناخد الأكسجل اللي واحده وبعد كده لواحده أول حاجة لأكسجل آآ احنا عارفين إن إحنا بناخد أكسجل فالأكسجل هيتنقل أصلا من القلب اللاي للبلاث وكده صح؟ طيب آآ الكلام ده بقى بيحصل إزاي بقى بيقول إن تركيز الأكسجل هنا بيكون أصلا كان بيكون مية طيب هنا في الفين بيكون كان بيكون أربعين فهيتنقل من التركيز الأعلى للتركيز الأقل فهيتنقل لإيه؟ لهو من مية لاربعين طيب أنا دلوقتي لو جيت في سألت بيكون بتاع الأكسجل فيها كام؟ هنقول مية طيب بيكون بتاع الأكسجل فيها كام؟ هنقول الاربعين طيب لو قلت الارتري احنا لسه قيلين بقى ان الارتري شبه الألف اللهي فتركيز الأكسجل فيها يكون مية زيه زي الألف اللهي تمام؟ ده بالنسبة لإيه؟ ده بالنسبة ليه الأكسجل بعد كده عندي الـ بيقول تركيز الـ في الألف اللهي عندي أربعين ومتوقع إن تركيزها في الفين هيكون أعلى ولا ألف؟ فكروا كده ايوة بالظبط هيكون تركيزها في الفين أعلى ليه؟ لإن أنا المفروض آآ بخرج سي أوتو فالدم هيخرج سي أوتو عايز يتخلص منه فبالتالي هيكون تركيزه أعلى عشان يتنقل منه من التركيز الأعلى ده للتركيز الأقل هنا طيب يبقى طيب عايزين نعرف التركيز هنا في الفين كام؟ هيكون ستة واربعين ستة واربعين يبقى هنا سي أوتو كان في القلب اللهي أربعين وفي الفين ستة واربعين طيب لما اجيسأل على تركيزها فيه الارتريانت متفقين بقى زيه زي الالفولاي فهتبقى أربعين تمام؟ طيب هنا نفس الكلامة هون اتقرأوا سوا بيقول إن الأوتو في الالفولايير هاز آآ بريجر بيبقى كام بيبقى مية تمام؟ وموجود فيه الارتريال بلد البلد الارتريال بلد زيه زي الالفولايير فهيبقى برضو ميت مليمتر زيبا آآ أما بالنسبة لي البيناس بلد فهو كام؟ احنا قولنا بيتنقل الأكسجن من التركيز الاعلى التركيز الاقل تركيز الاعلى اللي هو كانمية التركيز الاقل اللي هو اربعين ده في البين في البين تمام؟ طيب آآ بعد كده بيقول إن co2 بيكون آآ تركيزه في الالفولاي وفي بمأنهم هما الاتنين متسويين يعني هيكون ميليمتر ميركري ده اربعين أما آآ بالنسبة للوين فهو تركيز اعلى في البين بيتكلم على مستوى البين وبتكلم على see ou two، تركيزها كما يكون ستة واربعين عشان كده بيتنقل من الكابيلاري للقالب اللاي. اما فوقه كان بيتنقل من القالب اللاي للكابيلاري. نركز في الموضوع ده. تمام? طيب. بعد كده ندخل على النقطة رقم تلاتة. احنا خلصنا كده حاجتين وخلصنا ايه? بعد كده ندخل على قلنا ايه? ان احنا مفهود ان الجازت دي تكون كلها عشان تقدر عشان يقدر يحصل موضوع ده وكده. اه وكل ما زاد نسبة السلوبليتي كل ما زادت اه كل ما كان موضوع او الديفيوجن اسهل واسرع اه مكتوب. ان الوريس بيراتري جازز are libit soluble so the rate of diffusion is directly proportional to اللي هو لو اللي هو زادت فالديفيوجن هيزيد طب لو قلت برضو هتقل تمام? يبقى الموضوع هنا اه بروبورشنال اللي هو طرد يعني العلاقة بينهم علاقة طردية. ما سبناش فحنة واد انا رقم. انا بكره الارقم جدا. اه المهم يعني بس الارقم الحمد لله بتاعت المحاضرة سهلة. قال ان اه ان السلوبليتي بتاعت السي او تو زايد عن الاكسجين او قدها اربعة وعشرين مرة. فبالتالي يعني نتوقع كده مين ان بتاعتها هيكون اسهل واسرع. اللي اكتر او الاجبر اللي هو مين اللي هو السي او تو. يبقى ال rate بتاع السي او تو دفيوجن is higher than ال او تو. هو نسبته كام? اربعة وعشرين مرة. السي او تو زايد عن الاكسجين بكام بي اربعة وعشرين مرة. اه بعد كده بنكلم على السيكنس بتاعت. قبل ما نكمل هنرجع الارقم سريعا سوا كده. بتاعك البالمونتر كانت كام? كانت كام? هم? بالضبط كانت سبعين متر مربع. بعد كده عدد بتاعت البالمونتر كانوا كام? بالضبط كانوا ستة آآ بعد كده عندنا هنتكلم على بتاع الغاز سواء في او في اتفقنا ان زيها زي اول حاجة كانت كانت مية طب كانت موجودة في بكم ها باربعين تمام بعد كده عندي تركيز في وفي كانت موجودة كام كتب كام ها كتب اربعين تمام طيب بالنسبة اللي كنها في الفينوس بتكلم على مين على تركيزها كام طبعا اعلى من القلب الله يعني كام يعني ستة واربعين تمام كده بعد كده دخلنا على آآ موضوع قلنا ان كام مرة ايوة بالزبط اربعة وعشرين مرة تمام كده اتمنى ما تكونش حاجة داخلت في بعضها واتمنى تكون ارقام بعد كده عندنا هنا بنتكلم بقى في موضوع بتاع قلت اللي هو المسافة يعني هني اعتبرها كده المسافة اللي بيقطعها الغاز وهو بيعمل آآ عملية وكده طبعا كل ما زادت كل ما زادت المسافة كل ما الموضوع كان آآ اصعب وابطأ تمام فالعلاقة ما بينهم كده ترضية ولا عكسية عكسية تمام متفقين على كده ان شاء الله نكون متفقين يعني آآ بيقول لك ان دو مدينا رقم يا ربي على الاركوم آآ آآ يعني بتاعه كان بالضبط قال ستة من عشرة مايكو ستة من عشرة مايكو رقم سهل وبسيط وبن ناسا هو وان شاء الله مش هننساه ستة من عشرة مايكو بصوا واصلا مش كاتل عبارة عن ستة هو بقى البتاع بتاعه بتاعه ستة من عشرة آآ آآ ستة من عشرة مايكو الستة هي عامل مشترك تمام? ستة من عشرة مايكرون. تمام. اه بعد كده بيقول ايه? بيقول ان بتاع دو دو اه ممكن يزيد في حالات والاديمة. بصوا ان انا هيتطون هنا عندي هيجي هنا فيتطون فهيدخن يعني. فالبالمونر هيدخن. او اه يتطون عندي اديمة. انا هنا عندي فليود. فالفليود ممكن بقى يعدي ويعمل لي او يزيد ويعمل لي اديمة وبتاع والدنيا دي تتنفخ يعني في فيزيد فيدخن يعني. فهو بيقول يعني ان هو زي بتزيد في حالات ايه? في حالات وفي حالات الاديمة. تمام? طيب. بعد كده بيقول ان بتاع دو ده. عكسي. هو مش بربورشنال بس هو عكسي. تمام. بتاع الممبرين. عشان كده الزيادة بتاعة تتوقعه. هتزود ولا هتقلل بتاع او عملية يعني هتسهلها ولا هتصعبها هتصرعها ولا هتبطقها لو في حالات الزيادة. طبعا هتقللها تمام العلاقة ما بينهم علاقة عكسية. كده المفروض خلصنا اربع حاجات. خلاص قربنا الخلاصة ان شاء الله يعني. آآ وان شاء الله ما يكونش فيه مشكلة لحد الان يعني. خلينا نفتكر بس ان بتاع البالمونرين كان كام بالزبط كان ستة من عشرة مايكرون. بعد كده عندي حاجة اسمها البنتليشن بيرفيوجن ريشيو. يعني دي المفروض بحاجة شبه علاقة او معادلة كده المفروض بيكون عندنا عالم بيها يعني. بيقول ان هي علاقة ما بين الالبولولارفينتليشن آآ لالبلمونری بلاوت بلو. بصوو. دي Lacourularفينتليشن دي. اه هي كمية الهوى اللي بيدخل theoلي في الدقيقة. ما ونطلق باطش ما بينها وما بين بتاعة المرة اللي فاتت ليه كانت المحاضرة اللي فاتت اقصد يعني لكت كمية الهوى اللي باتت نفسها في الدقيقة. اما هنا دي كمية الهوى اللي باتتنفسها في الدقيقة. اما هنا دي كمية الهوى اللي بتدخل الالف اللاي في الدقيقة. تمام? اه طيب. اه بعد كده بيقول عندي البالمونري بلاد فلو. البالمونري بلاد فلو دوت كمية الدم يعني اللي بيكون اللي بيحصل ما بينه ما بين الالف اللاي اه دفيوجن وكده او اكس اتشينج. اه طيب. اه برضو في الدقيقة. المفروض ان البتاع ده هنختصرها باي? هنختصرها ببي على بي. دي المفروض تبقى سلاش يعني. تمام? دي بي على بي. بي اللي هو الو بي اللي هو البر فيوجن. تمام? طيب. اه ما سبناش في حالنا وادانا الارقام. بيقول ان الالف اللاي في دي كمية الهوى اللي بيدخل الالف اللاي في الدقيقة ده بيكون كام? بيكون اربعة لتر. تمام? اه طيب. بعد كده البالمونري بير فيوجن دوت اه بيساوي كام? ده خمسة لتر. فبالتالي لما نيجي نشوف اللي ما بينهم يعني هنقسمهم على بعض وكده. العلاقة اللي ما بينهم. تبقى اربعة لخمسة تمانية من عشرة. وده الرقم حفز. تمام? ويكون ثابت في دماغ. يبقى ان تاني نقول ان ده بتساوي اربعة. اما ده بتساوي خمسة. تبقى مش قوي. تمام? تبقى اللي هي بتساوي كاما اربعة لخمسة اللي هي تمانية من عشرة. تمام? طيب. فاش رجع وقال اه هل ان النسبة دي سابتها والتمانية من عشرة دي سابتة اه على مساحة كلها وكده. قال لا ده تختلف. طب ليه? اه هو او ازاي او كده? هو اسملي تلات مستويات او تلاتة زون. تلات مناطق يعني. اه مفروض هتكلم فيهم على كل منطقة اه على حدة يعني. اول منطقة عندي بيقول ان هي بتبقى منفخة كده. منفخة. افتكري ان هي منفخة يعني فيها هوى كتير. فالهوى بيكون ضاغط على الموجودة فيها. اللي هي دي. تمام? فبالتالي بتاع البلد هيكون زايد ولا قال هو هو ضغط عليه. فهيكون قليل. تمام? العلاقة عندي في على بي. في على بي. فانا دلوقتي المقام اه هو اللي قال. من رياضة كده المقام لما يقل يبقى النسبة هتزيد ولا هتقل? المفهود هتزيد. تمام? طب هيك هتكام اصلا كانت تمانية من عشرة. فلما تزيد هتبقى كام? هتبقى تلاتة وتلاتة من عشرة والرقم حفظ. تمام? طيب. اه اول حاجة هنا عندي في اللزون اللي هي رقم واحد فوق. عرفت ان هي منفخة كمية الهوى زايدة ضغط على البلات بيزلز فمقلل لي البلات بيرفيوجن فهتبقى النسبة عندي يبقى المقام قل. آآ فيبقى كده آآ البسط ثابت والمقام قل تبقى النسبة هتزيد هتزيد يعني هتوصل لكامة هتوصل تلاتة وتلاتة من عشرة. طيب. آآ بالنسبة بقى الاخر زون اللي هي اللي هي اللي تحت دي. هل الهوى بيكون فيها كتير وبيكون ضغط على البلات بيزلز وكده لا ده عال بيكون قليل. آآ فالزيادة عندي بتبقى في البسط. البسط هو اللي زايد. آآ فبالتالي النسبة هتقل على اساس ايه? على اساس ان المقام زايد. فكون ان المقام زايد معنى كده ان المقام لما يزيد والبسط ثابت او البسط زايد بس بنسبة بس مازال اصغر من المقام النسبة هتقل. بصوا عشان ما نتلغبطوا عشان انا مش عارف انا قلت ايه بالزبط. آآ نجيبها تاني نجيبها تاني سوا. اول زون عندي قلنا ان هي بتبقى منفخة. فكونها منفخة بتكون فيها هوى كتير فالهوى ضغط على البلات فيزلز فمقللني بتاع البلات تمام? العلاقة عندي بتبقى ايه? بتبقى بي على بي. بي على بي تمام? آآ طيب دلوقتي هيكون عندي المقام آلل قليل تمام? فانا بأسم آآ بسط على حاجة قليلة. البسط نعتبره ان هو سابت. هو ما بيكونش سابت وبيكون قليل بس مش قليل قوي. ما علينا. هنعتبره سابت. والمقام قل. فكده النسبة اتوقع هتكون زايدة ولا قليلة المقام لما بيقل في حالات الاسمة في الرياضة المفروض النسبة بتزيد. هتزيد توصل لكام? تلاتة وتلاتة من عشر. طيب نيجي للتحت. اللي تحت هل بيبقى فيها برضو بتبقى منفخة وبيكون ضغط على البلات وكده? قال لا. ده هي بيكون عندي آآ بيكون آآ حاصل عندي فيها آآ يعني مفيش هوا ضغط وكده فمش قليل فالرفيوجن عندي مش قليل آآ بس عندي زيادة حصلة في اللي فوق. تمام? حاصل زيادة عندي في البسط. وعلى فكرة بيكون حاصل زيادة عندي برضو في مقارنة بالفوق. بس برضو ان البسط هو اللي ازياد. البنطليشن هو اللي ازياد. تمام? فكده لما يكون عندي البسط زايد سوانى بقى لما يكون عندي كده البسط زايد آآ آآ البسط زايد. والمقام آآ هو كمان زايد مين فيهم مين فيهم اللي ازياد عن الثاني. الضغط هو اللي ازياد على عن البنتليشن تمام? يبقى المقام عندي زايد. آآ فالنسبة هتبقى هتوصل فالنسبة كده هتقل Whether تزيد مفتوض ان هي هتقل هتقل هتوصل لكي ما تقل ان توصل لستة وانة وعشور يبقى تاني الحالتين بتكلم فيهم على المقام اول واحدة بتبقى المقام فيها زايد ولا قليل انا يعني بصوا الموضوع متوقف عندي على موضوع بتاع البلاط تمام آآ تمام اول زون عندي اللي هي دي بيبقى فيها بيبقى زايد ولا قليل بيبقى المفتوض ان هو قليل عشان الهوى ضغط عليه تمام طيب بقى كده عندي المقام قل طيب تحت في الزون اللي تحت دي البرفيوجن بيكون زايد ولا قليل انا بتكلم برضو عن مقام بيكون زايد ولا قليل بيكون زايد مقارنة بالفوق بيكون زايد تمام المقام عندي هنا بيكون زايد مقارنة بالفوق آآ يبقى كده المقام لما يزيد عندي النسبة هتزيد ولا هتقل 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 هتوصل لكي ما لستة من عشرة تمام ان شاء الله ما تكونوش اتلغبطه يبقى الزون الاولانية المقام عندي بيكون قليل فالنسبة هتزيد هتوصل لتلاتة وتلاتة من عشرة تحت المقام عندي بيكون زايد علشان هي مكرنة باللي فوق يعني علشان ما بيكونش فيه هوا كتير وكده بالنسبة لمساحت السطح فما مش هيكون ضغط عليها فالمقام عندي هيكون زايد زايد اهو فالنسبة هتقل عندي تمام هتقل توصل لكام هتوصل لستة من عشرة هي نورمال اصلا كالكم كالتمانية من عشرة طب النورمال دي موجودة فين في الزون رقم اتنين اللي هي بتكون في النص انا اسفة جدا لو كنت لغبطتوكم والله بس ما كنتش مركزة بس تقريبا كده ان هي خلصت فهمت يعني تمام نتقلق بردو الكلام عشان ناكده تاني بيقول ان في الزون بتاعة اللونج اللي هي الزون رقم واحد بنقول ان آآ بيكون زايد على الناحيتين في البالموناري آرتري والبالموناري آآ فينس يعني دلوقتي عندي البسط زايدة هوا آآ بيقول ان حاصل عندي كلابس فيه اللوكال بالموناري فيزلز ليدنج تو ماركتين آآ بيكون قليلة طيب هو هنا قال ان سبب النقص فيه وكدا ان هو حاصل عندي مسلا آآ اكل ليه اللوكال بالموناري فيزلز اللي هو يعني احنا فترضنا ان الضغط بيكون ان الهوا بيكون موجود فيها كتير فحاصل ضغط وكدا فعمل لي فيها ايه فعمل لي كلابس ان هو ادمر لي آآ اه البالميناري فيزلز ومش تدمرها قوي اللي بيكون ضغط عليها يعني فالمهم يعني اللي بيحصل عندي آآ ريدكشن في البرفيوجن طيب يبقى كده عندي المقامة هو تقل قل يبقى آآ النسبة كده هتزيد الرقم هيزيد ولا هيقل في الآخر يعني هيزيد هيزيد هيوصل لكام لتلاتة وتلاتة من عشر والنورمال كانت كام تمانية من عشر تمام طيب بعد كده عندي فيه اللي هي زون رقم تلاتة طيب الزون رقم اثنين دي كتفين دي كتف النص اللي هي نورمال تمام طيب بيقول دوت آآ آآ بيقدي يعني آآ آآ ان في الآخر هتقل لان لان عندي المقام المقام آآ زايد تمام هتقل اللي كام هتوصل لستة من عشرة يبقى مين هنا اللي قليل عندي والمقام زايد احنا تكلمنا في الاتنين على موضوع المقام نسبت ها في دماغنا كده تكلمنا عن المقام في واحدة المقام قل وفي واحدة المقام زاد لما المقام قال الحاجة اللي انا بقسم عليها قلت فالنتيجة في الآخر هتزيد طيب Earlier this 재� عليها زادت فالنتيجة في الاخر اتخلت. اقولوا قولي هذا واستغفر الله العظيمة لي ولكم. انا اسفة بجد لو كنتوا تلغبطوا. ان شاء الله اكون كده فهمتوها يعني. بعد كده ندخل بقى في اخر حاجة عندنا يعني ان شاء الله. اللي هي بتاع بقى الريشيو دي اللي هي ال V على Q. بيقول ان النورمال V على Q راتيو بتاع المهمة لعملية تبايد الغذات. طب تعالوا نرجعهم مع بعض كده. ناخدهم زون زون. اللي هي واحد واتنين وتلاتة ما انا عندي تلاتة تلاتة مناطق تمام? طيب. فاول منطقة دي اللي احنا قلنا كانت فيها منفخة تمام? فالنسبة عندي زايدة. زايدة وصلة الكام بالزبط تلاتة وتلاتة من عشر. بعد كده عندي المنطقة التانية. المنطقة التانية دي قلنا ان هي بتكون نورمال. بالزبط كان تمانية من عشرة. بعد كده قلنا هنا آآ المنطقة التالتة اللي هي ما تبقاش منفخة ولا حاجة فالمقام بيكون آآ زايد عني زايد عني عن الباص فالنسبة هتقل هتقل هتوصل لكام يعني بالزبط ستة من عشر آآ بعد كده اجاب لي آآ حاجتين يعني هنشوفهم سوا تمام طيب آآ بيقول دلوقتي آآ هنا لو حصل عندي مشكلة في الباصوي بتاع آآ القلب اللار يعني اللي هو طريق الهوى هنا في حاجة مسلا جات تسدد آآ فعطلت طريق الهوى او كده حصل عندي تمام آآ فالمشكلة حصلت عندي فين حصلت في تمام لما يحصل عندي هنا هيقل هيديكريز طيب آآ لكن حوالي يعني او في قلب عندي يبقى انا دلوقتي عندي مشكلة المشكلة فين في اللي موجود في الالب اللاي حصل ايه حصل عندي فالالابستراكشن ده هيعطل لي موضوع هيعطلو يعني هيقللو تمام طيب آآ فبالتالي عملية الجاز اكس تشينج هتتأثر تمام مش احنا قلنا الجاز اكس تشينج معتمد على الالب اللاي والبلاض في زنزل اللي حواليها فحصل عندي مشكلة هنا في الالب اللاي فالجاز اكس تشينج هيتعطل او هيقل آآ طيب وهيعمل لي هنا مشكلة اسمها ايه اسمها في سيولوجيك فينو ارتيريال شانت بص آآ يعني ما بين الفيناس والارتيريال تمام باتكلم هنا على مستوى بلات فيزلس وشانت شانت دي اللي هو بصوا اللي نعتبرها كده زي بوابة بتسلم البلات من الفينس يعني من من الفين من الفين للارتري تمام آآ فبس فهاي كده في سيولوجيك فينو ارتيريال شانت دي اسم حاجه بتحصل بيقول ايه بيبقى نان اكسجيناتد بلد باصس تو. اه بتاع الهورت. يعني مش الفين بيبقى فيه نان اكسجيناتد بلد. هيعدي على الارتيريال بلد. هيعدي هنا على الارتيريال بلد. من غير ما يحصل جاز اكس تشينج. من غير ما يطلع السي او تو. اه فهيعدي بقى الارتري زي ما هو كده. طيب. انا دلوقتي المشكلة اللي حصلت عندي. سمتها ايه? سمتها فيسيولوجيك اه فيسيولوجيك فينو ارتيريال شونت. فينو عشان هي جاية من الفين راح على عشان اعتبر هنا ان هي زي البوابة اللي بتوصل ما بينهم وكده. اه سميت يعني قلت عندي هنا سميته على مستوى طيب المشكلة قد حصلة فين? المشكلة قد حصلة عندي في 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 الالف اللاي يعني. فالمشكلة لما تكون في الالف اللاي اه الدياجنوز او الاسم اللي هسميه يعني هيكون على مستوى مش على مستوها هي. نركز فيها يعني في السبب وفي المسمى. عشان هناخد في السلايد الجاية العكس. المشكلة هتكون في فالدياجنوز اللي هقوله هيكون على مستوى الالف اللاي. التسمية بتاعته على مستوى الالف اللاي. تمام كده? يوقع تاني. حصل عندي مشكلة في حصل فيه مسلا. اه فدلوقتي موضوع دوت هيتعطل عندي وهيقل. اه وتحصل حاجة عندي اسمها فيسيولوجيك فينو ارتيريال شنط. النون اكسيجيناتد بلط هيعدي من الفين هي هيروح على يعني هيروح للليفت سايد بتاع الهارتر من غير ما يكون حاصله طنقية او. اه ما يكون موضوع الجزء دوت حاصل. طيب. وبيقول اه ذكر حاجة هنا. قال في موضوع ده. اه ده بتبقى في حالات اللانج كول لابس اللي هو تدمير اللي اه كده يعني لأي سبب بقى. طيب. اه اه بعد كده بقى هناخد اللي هو الحاجة التانية المشكلة عندي هنا في اه في البرفيوجة متاع البلد. القلب اللي عندي سليمة لكن البلد هو اللي حاصل فيه مشكلة. اه حاصل فيه ابوستيركشن. طيب الابوستيركشن اللي بيحصل عندي هنا في البلد فيزلز ممكن يكون ايه? ممكن يكون اه سرومبوزز اللي هي جلطة او ايم بلس. ايم بلس دي اللي هو اه تكتل برضو. يعني حاجات كده بتيجي تتجمع كده بتيجي تتجمع في البلد برضو. يعني هي تعتبر نفس اه نفس تعريف الغلطة يعني. تمام? او السرومبوزز. ده اللي هيعمل لي ابوستيركشن في اه بلد فيزلز. اه لكن عندي الالف اللي بتكون سليمة فالفنتيليشن هيكون ايه? هيكون نورمال. فبالتالي الجاز اكس تشينج عندي هييتأثر هيقل تمام? ليه عشان البرفيوجن حصل له ديكريز. وليه حصل له ديكريز دي عشان حصل عندي طب الاستيركشن. طب الاستيركشن ده بسبب ايه? بسبب سرومبوزز او بسبب ايم بلوز. تمام? طيب. ده بيعمل لي حاجة برضو دياجنوزز المفروض هنسميه. هنسميه بقى على مستوى الالف اللهي زي ما احنا متفقين. يعني ليه خلف خلاف كده. المشكلة عندي في البلد فيزلز يبقى هنسميه على مستوى الالف اللهي. طيب. اه انا بشاور هنا يعني على اساس ان دي الف اللهي وكده ما عليني. اه هنسميها ايه هنسميها نفرجع بين الاتنين. بين السبب بتاع الاتنين. اول واحدة كده هنا كت عندي كتوسمها في went Kiyo شحن دي كتى المشكلة عندي منين. كت المشكلة عندي في العلف اللهي حصل فيها اما هنا اه اللي هي بتاعت كانت المشكلة عندي فين? كانت المشكلة عندي فيه اللي هو بتاع اه البلمونري وكده. تمام? اه طيب هو المحفوظ كده المحاضرة خلصة الحمد لله يعني. هنبدأ بس نشوف كم سؤال على السريع كده. اول حاجة بيقول ان بتاع كان بالزبط كانت سبعين. اه بعد كده بيقول ان نشوف الاختيار. حصل فيه تاني حاجة تاني حاجة تاني حاجة تالت حاجة اه سوري. اه اللي هو مور اكسبانشال ليه الالفالوي. ثلاثة اسباب معينة صح? يبقى اولف زباب. تمام. اه بعد كده بيقول عباوت زال اه ضغط الاكسوجين وضغط السي او تو. هو مع زرعة مع السلايد دي مش عارفة انا كنت معدلاها والله بس تقريبا فتحت الفايل غلص. المهم نحلها ونسبنا من الاختيارات يعني. هو ناقص اه الاختيارات بتاع التركيزات الكاربود دايكسايد وكده. فاحنا مفقود حافظينها. وبيقول اه بتاع الاو تو والكاربون دايكسايد. احنا اتفقنا بتاع الغازات فيه هو هو اه اللي موجود يعني في كده. عارفين ان الاو تو تركيزة كام? بالضبط كانت مية. والسي او تو تركيزة كام? كانت اربعين. تمام? فهي مية ونعتبر هنا بقى فيه اربعين. اه ماشي. طيب نراجع على مستوى الفين. نشوف مستوى الفين. تمام. اه كان بالنسبة لي الاو تو كتزايد ولا اقل? كتاقل. كتاقل وصلة الكام? كتاربعين برضو. يبقى الاو تو في الفين اربعين. طيب. السي او تو كتزايدة ولا اقل? كتزايدة. كتزايدة وصلة كام? بالضبط. كانت ستة واربعين. ده على مستوى الفين. طيب. بعد كده السؤال الرابع بيقول بتاع البالمونري آآ كان رقم سهلي كده وصغير. كان ستة من عشرة. بالضبط. واحنا كنا مسكمينه ان هو بتاع البالمونري ستة من عشرة. وعدد بتاعة البالمونري كانت ستة. الاتنين فيهم ستة هون. تمام? طيب. آآ بعد كده بيقول بتاع اللي هو اللي احنا لسه متكلمين عليها. آآ كانت ايه? كانت موجودة يعني او متمثلة او بتفيدني في ايه? آآ في حالات الفيسيولوجيك فينو ارتيريال شونت. ولا الالفلار ديس بيس. ولا الاتنين ولا ولا واحدة فيهم. هم? فلسه ايلي انهم كانوا هما الاتنين. طب تعانوا رجعهم كده. الفيسيولوجيك فينو ارتيريال شونت. سميناها على البلوت فيزلز يبقى المشكلة كانت عندي فين? في البلوت فيزلز ولا في آآ ولا في الالفلالي? بالضبط كانت في الالفلالي. طب بالنسبة الالفلار ديس بيس. الالفلار ديس بيس من اسمها هو آآ آآ سميتها على الالفلالي يبقى المشكلة كانت عندي فين? في البلوت فيزلز. طيب المشكلة اللي بتحصل عندي بتبقى. جسم مهالي في البلوت فيزلز اداني مثالين. اما ان يحصل عندي او والاتنين ان هما يعني بيحصل فيه بيحصل فيه تكتل كده من الحاجات بتيجي تصد اللي هو ايه? اه جلطة يعني. تمام? طيب. اه كده المفروض ان الحاضرة بتاعت النهاردة خلصت. انا اسفة جدا عن اي تأصير صدر مني. بان يعني تعذروني. كده غصب عني يعني. اه واتمنى تكونوا استفدتوا. اه لو احتاجتوا اي حاجة تواصلوا معنا. ان شاء الله ربنا يوفقكم ويوفقنا. اه كلنا معاكم يعني تعالى. اه وناس رمي.